كتير وإحنا عملين ألف صفحات للسوشيال ميديا كده بنلاقي بعض البوستات المتشايرة من الناس بيتكلموا عن مصر وجمال مصر صور جميلة جداً لمصر حتى إنه في بعض البيتجات كده بتعمل مسابقات كل فترة عن أجمل الأماكن السياحية الموجودة في مصر وبنلاقي الناس بتشارك بكثرة بنلاقي بقى صور من الأهرامات صور من العاصمة الإدارية صور من العالمين الجديدة كمان من المشروعات الزراعية العملاقة من الريف من قرحة كريمة وكتبين عليها مصر جميلة كلما بنشوف الصور دي على طول بنفتكر الموال الجميل اللي عمله عبقاري محمد طه مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة الموال ده لما بنسمعه بنحس بنوانس بنحس بالألفة وريحة كل حاجة حلوة في شارعنا وفي المدن المصري صحيح يا شازلي يعني إحنا متعودين أي صور أي فيديوز لأي مكان سياحي في مصر لأي معلم موجود في مصر دائماً بيقامر طبط معنا بيقام كده أغنية ومن ضمنهم موال مصر جميلة حقيقة يمكن ده من أجمل الموال اللي تكلمت عن مصر وعن جمال مصر وبالمناسبة كمان النهاردة بيمر 101 سنة على ميلاد الفنان الشعبي الكبير محمد طه الشهير بصاحب العشر تلاف موال المطرب أو مغني هذا الموال محمد طه هو واحد من أبرز المطربين الشعبيين اللي حقيقة جم من سعيد مصر وتقلقوا في قلب قاهرة وقدموا لنا لون غنائي مختلف بيعبر عن باقتهم وعن مجتمعهم بيعبر كمان يا شازلي عن ناس كتير جداً بكل تأكيد هو لما جه من السعيد إلى القاهرة كان جاي يشتغل في مصنع فلما سمع صوته بقى واحدة واحدة بدأ يوصل وبدأت الناس تسمعوا طبعاً بدأ بالغنى فيه الموالد الشعبية مولد سيدة زينب وسيدنا الحسين وبعد كده اتشهر بصور كتيرة جداً من الغناء والتحق بالغناء في الإزاعة المصرية وكان حقيقة مبدأ جداً في الموال وخصوصاً أنه كان من الناس الندرة اللي بترتجل على المصرح وده كان شيء صعب جداً مش أي حد يعمله طبعاً الارتجال بيحتاج قوة زهنية عليها جداً بيحتاج لباقة بيحتاج تركيز وده اللي خلى الجمهور كمان يتفاعل معه صحيح يا شازلي هي كان بيرتجل مش بس كلمات المويل بتاعتها ولكن حتى التلحين كان بيعمل ده هو موجود على المصرح وده زي ما كان شازلي بيتكلم ده محتاج موهبة فزة أنه يقدر شخصه هو موجود على مصرح أنه يقدر يكون رصيده عشر تلاف موال كلهم هو بيرتجل فيهم إن كان الكلمات أو التلحين يعني أعتقد ده أبسط وصف لي إن هو عبقاري وبالتأكيد لمحمد طه كمان فيه محطات فنية وتاريخية كتير جداً ونحن نتكلم عن حياة رائد المويل الشعبية محمد طه هتكلم عنها النهاردة في حلقاتنا بالتفصيل نصبح على حضراتكم جميعاً صفح الخير يوم وصف